اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شباب المسلمين في انحاء العالم وهو موضوع الصحوة وترشيدها ما لها وما عليها ما هي عليه وما الذي ينبغي ان تكون عليه سنحاول خلال دقائق ساعة متاحة يعني لا ادري ارشو من الاخوة ان ينبهوني على الوقت ان اتحدث معكم وان استمع في النهاية الى اسئلتكم وتساؤلاتكم لعل الحوار ان يكون اكثر فائدة من التلقين ومن الالقاء الصحوة الاسلامية والاحياء الدين هذه مصطلحات اطلقت في ثلاثين سنة الاخيرة على ظاهرة لا تخطئها العين المجردة وهي ظاهرة التديون الجماعي التي تمثلت في اقبال الناس الى المساجد في اقبال الناس على الكتب الاسلامية في اقبال الناس والشباب على الدراسات الاسلامية في تكوين الجمعيات الخيرية لغازة البلهوفين ومساعدة المنكوبين في انشاء المكتبات العلمية الدينية في انشاء الجامعات التي تدرس العلوم الاسلامية في ايضا هذا ايضا مهم في شحر العزائم والاستعداد للاستشهاد والاستبسال في ساحات الوغا والنضال والقتال كل هذه المواهر تشلي امام الناظر مدى ما يسمى بالصحوة الاسلامية ليس في العالم الاسلامي فقط وانما في بلاد الاقليات المسلمة ترى هذا الاقبال كثيرا اذكر انه قبل سنتين كنت في فرنسا على رأس وفدي من المجلس الاوروبي البحوية والافتاء لمناقشة مسألة الحجاب لانهم الامر معروف عندكم منعوا حجاب في المدارس الابتدائية والثانوين ومع مجموعة من رجال الدين من القسوس سألتم لماذا هذا الخوف وهذا الهلع من غيطاء رأس من قماش صغير على رأس فتاة صغيرة فأجابني احدهم بكلمة معبرة قال انهم جزعوا من اختلاف المشهد تغير المشهد اجزعا كانت كلمة فاصلة بمعنى ان اقبال الناس على الدين وظهور المشهد الاسلامي الظاهر الاسلامي واضح بعجاب على رأس فتات ولحية في وجيفة الى غير ذلك من المظاهر ازعجهم ازعجهم تغير المشهد كلمة واحد الصحوة تدل على وجود غفوة لانها صحوة بعد غفوة او صحوة بعد سكرة طبعا العرب يستعملون صحة غالبا في السكر ويستعملونها ايضا في حالة الهوى التي تغشى الانسان كما في قول جرير اه تصعوب الفؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواحي وكما في قول النابغة صحا صاح القلب عن سلم وأقصر باطل وعري أفراس صبا ورواحل فالصحوة اذا لا بد ان تسبقها غفوة او سكرة او غفلة لكن الصحوة هنا تدل على ان حالة ما كانت قائبة في العالم الاسلامي من الابتعاد عن الدين ومما يمكن ان نصفه انه جفوة تبعتها اوبة وصحوة كانت المساجد شبه معطلة في مناطق من العالم الاسلامي في الحقيقة التعميم لا يجوز بهذا واختلاف الصحوة من مكان لا مكان ومن زمان الى زمان واختلاف قائم في العالم الاسلامي الذي كان مشمولا بالاستعمال الغربي الذي قسم هذا العالم الاسلامي منذ قرون بدأ التقسيم واكتمل له هذا التقسيم في القرن الماضي فظن انه مخلدا مخلد في العالم الاسلامي لكن الحركات الاستقلالية التي تحركت والتي كانت خليطا ومزيجا من صحوة اسلامية ودعوة اسلامية ومن ايضا حركات علمانية واشتراكية وشوعية جعلت الصحوة لا تظهر وجعلت اباء الاستقلال في المناطق على الاقل التي في شمال افريقيا والتي يعرفها اباء الاستقلال في الغالب كانوا علمانيين ولم يكونوا مع ان الاسلاميين هم الذين زرعوا كما يقال والاخرون حصل المهم ان هذه الصحوة شهدت في الميادين التي ذكرتها ايجابيات الصحوة كثيرة وهي ان المسلمين اقبلوا على دينهم وهذا واجبه ان يتعلموا امر دينهم ان يصلوا ان يتصدقوا وايضا ان يعطوا امل للامة بانها تستطيع ان تقول في وقت من الاوقات لا نحن نريد ديننا نحن نتمسك بديننا نحن نعض عليه بالنواف هذا امر مهم هذا الامل حتى ولو كان مجرد امله فانه مهم وإيشاب لكن الحديث الليلة لن يكون عن ايشابيات الصحوة بل هو من باب التحذير سنتحدث عن ما وقعت فيه فصائل من الصحوة وليس كل الصحوة وهذا معنى ترشيد لان الترشيد معناه البحث عن خلل ما وهذا الخلل يحتاج الى رأب وإلى إصلاح هذا الإصلاح سميه ترشيد سميه إصلاح سميه تجديدا سميه ما شئت هو أمر له علاقة بجعل هذه الصحوة على سكة الصحيحة ومحاولة ردها دائما رد أطراف هذه الصحوة التي تخرج تارة يمينا وتارة يسار ردها الى الجاد هي محاولة لأننا لا ندعي الإحاطة ولا ندعي قدرتنا على حل كل المشكلات العالقة فنقول إن الصحوة أولا ذات فصائل عدة لا يربطها إلا رباط ماحد هو الشوق إلى تطبيق إسلام في حياة الناس هذا الشوق ربما هو الجامع لكل أطياف الصحوة وهذه الأطياف مختلفة وأيضا متنوعة وأيضا لا يجمعها قطر واحد ولا تنضوي تحت نظام سياسي واحد ولا حتى مرجعية علمية واحد وهذا طبعا أساس من أسس الخدم وهو أنه لا توجد مرجعية واحدة ترجع إليها هذه الصحوة لتستفيد منها لتستلهم منها لتتلقى التوجيه منها ما عدا طبعا بالنسبة للصحوة إخواننا الشيعة فهذه لها مرجعيتها ومركزيتها وبالتالي فبإمكان هذه المركزية أن تتعامل مع كل ما يستشد على هذا وطبعا هذا أمر يخص الطائفة الشيعية بصفة عامة وأنتم تعلمون ذلك لكن من نسبة لأهل السنة فالمركزيات متعددة وبالتالي كل طائفة تجتهد وكل مجموعة تتحرك حسب ما تمليه عليه ظروفها وأيضاً حسب ما تقتضيه حالها إذن ظهر خلل أو ظهرت انحرافات وانزلاقات في مسيرة بعض فصائل الصحوة ولا نقول كل فصائل الصحوة لأن الصحوة فصائل متعددة وهناك أغلبية كما قلت هناك الأعمال الخيرية التي يقوم بها الناس هناك كثير من الأعمال والحركات التي لا يمكن إلا أن توصف بأنها خيرية أو خيرية مطلقة وإن كان الأعداء يحاولون إرساق التهمة بها إذن في بعض فصائل الصحوة ظهر بعض الخلق أولا دعونا نقول ما هو سبب الصحوة أو نذكر بعض أسباب الصحوة من أسباب الصحوة ذاتية الإسلام بمعنى أن الإسلام فيه قوة تدفع إلى الظهور وهي وعد من الله سبحانه وتعالى عندما يقول بعد عويم الله من الشطان الرجيم إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون حفظ الذكر وحفظ للأمة فهو وعد حق وقول صدق لا يتبدأ وكذلك عندما يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يشدد لها أمر دينها فهذا أيضا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هاي الدين لا يموت وأنه يظهر أو تظهر قوته وجدته من وقت لآخر لكن هاي الوعد لا يعفينا نحن من أن نقوم بحفظ الدين وأن نقوم أيضا بتجديده بل إن الوعد في ضمنه والخبر في ضمنه أمر بحافظه وجدده أيضا هذا هو السبب الأول هو سبب الربان وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة تنطلق لتقوم لتجدد دينها لتجدده في حياتها لتجدده فيما حولها ومن حولها السبب الثاني هو جهود الدعاة والعلماء التي هي جهود لم تتوقف في وقت من الأوقات ولو كان الفتور يظهر من مكان إلى مكان والجهل يعم في لحظات من اللحظات وفي فترات من الفترات فإن هذه الجهود ظلت متواصلة في كل أنحاء العالم الإسلامي هناك منارات وهناك علماء قد قدموا للناس ما أمكن أن يقدموه من علم ومن عمل ومن قدوة صالحة لا تحتاجون إلى أن أذكر هؤلاء من بداية القرن الماضي أو قبل القرن الماضي أو في القرون التي ترى كما تراثها لدينا الشيء الثالث وهو الغريب هو ما يفعله الأعداء بالمسلمين وهذا سبب كبير من أسباب الصحوة وهو أن الضغط الذي يمارسه العدل على العالم الإسلامي ولد هذه الصحوة إذن الصحوة ولدت من رحم المعاناة في أنحاء كثيرا من العالم الإسلامي ولدتها الصحوة من خلال المعاناة من رحم المعاناة من رحيم الضغط المادي لست أنا الذي يقول ذلك بل يقوله الغربيون تسمعون بواحد اسمه فكويمة قد لا تكون سمعته طيبة وسمعته عن كتاب الذي يسميه نهاية التاريخ ويزعم أن التاريخ انتهى إلى نهايته بمعنى أن ما وصل إليه الغرب هو النهاية التي لا نهاية وراءها طبعا هي دعواء وحاول أن يدلل على هذه الدعواء وأن يبرهن إليها وهي تكتمل مع رؤية هانتيكتون في صدام الحضارة في نهاية التاريخ يقول فكما إن أصولية الإسلامية ناشئة عن الضغط الذي تمارسه القيم الغربية على العالم الإسلامي إذن يقول إن هذه أصولية الأصولية طبعا هو يصفها بالإسم الذي لا يرضى قلتم عن التاليس يقولون بالإنجليزي والفرنسي يعني هذه الأصولية نشأت بسبب الضغط الذي نمارسه عليها طيب فأتى هذا الضغط بنتائج عكسي لما مارسوا الضغط على العالم الإسلامي هذا الضغط أدى إلى مجموعات كثيرة أن ترفع إلى دينها أن تستنشد بدينها في الأزمات ونحو نعرف أيام حرب الاستقلال في الجزائر وفي مناطق كان حتى بعض العلمانيين يستنشدون بالدعوة الدينية يقدمون دفاعهم وكفاحهم أنه من خلال الدين لأن الدين هو الذي يدفع الإنسان إلى التضحية يدفعه إلى الاستبساد إلى الاستشهاد فالضغط الخارج كان له دور كبير ومظيفة كبيرة في خروج هذه الصحوة أو هذا المارد من القمقم كما يقولون هذه بعض الأسباب لهذه الصحوة إذا كانت تركها هي الأسباب فما هو الخلل هناك فصائل من هذه الصحوة يمكن أن نعبر عن حالها بأنها عاشت ظروفا مظلمة جعلتها تتلقى الفتوى من غير مرجعية أكيدة من غير مرجعية مأذونة من غير مرجعية مؤهلة للفتوى وتتلقى العلم ربما بشكل مجتسل فشاءت ضيقة الأفق أنانية تعتد بنفسها اعتدادا كبيرا ظاهرية حرفية في التفسير منابذة للمقاصد مكتفية بالشسئيات والنصوص الشسئية طبعا ليس هذا قصيدة جائن لهؤلاء لكن هذا يعبر عن واقع بعض فصائل الصحوة نشاء عن هذا الفكر الضيق الذي لا يقبل الاختلاف الذي يرى أن الحق واحد الذي يسبح لنفسه بأن ينوب عن الأمة في التصرف وفي الفتوى في القول وفي الفعل يسبح لنفسه أيضا بأن يفسر النصوص كما يرى بأن يكتفي بظواهر النصوص ويبتعد عن مقاصد الشريعة نشى عن هذا الفكر خلل كبير هذا الخلل مظاهره في تكفير بعض الأمة لبعضها وتكفير المجتمعات وبالتالي في استباحة الدماء الدماء المسلمين بذرائع قد تكون هذه الذرائع قد تكون كبائر قد تكون هناك أشياء خلل كبير في المجتمعات لكنه لا يبرر التكفير فظهرت فكرة التكفير في بعض فصائل الصحوة وهذه فكرة التكفير أدت إلى استباحة دماء الناس وهذا أمر في غاية الخطورة وظهرت فتاوى تفتي لهؤلاء بأن يقتل ويقاتل ويكفر الناس وهذا أمر خطير جدا ظهر مبدأ آخر هو مبدأ الولاء والبرها وسنرى أن هذه المباد مبدأ التكفير ومبدأ الولاء والبراء استعملت في غير موضعها وتعاملنا معها بغير نوع التعامل الذي يجب أن نتعامل معها به أولا التكفير نحن نعرف أن التكفير أمر شديد في الشرع وأنه أمر خطير جدا وأن الله سبحانه وتعالى حذر منه قال بعد أعوى بالله من الشطاء الرجيم ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لرأى الأخرى السلام لست مؤمنا تبتعون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغاني مكثرة مشرد ألقى السلام ألقى السلام قال السلام عليكم أو ألقى السلام ألقى إليكم يد السلام والمسالمة حينئذ لا يجوز أن تطلق عليه أنه ليس مؤمنا لتبتغي بذلك عرض الحياة الدنيا والأحاديث كثيرة من قال المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما والنهي والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبه بحجة الوداع لا ترجعوا بعده كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فسر الخطاب استثل وجوه في التفسير فسر الخطاب وهذا الحديث أي لا يكفر بعضكم بعضا فيستبيح دماء الناس فأن هذا معنى لا ترجعوا بعده كفارا أي كل واحد يكفر الآخر فيحارب كان قضية التكفير قضية كبيرة تحتاج إلى أدلة والتكفير شخصي وليس جماعي لا يمكن أن تكفر جماعة كاملة تحت ذريعة التعاون تحت ذراء متعددة قد تكون هذه الذراء سيئة لكن مع ذلك الإقدام على تكفير الناس وقتلهم هذا خلل كبير جدا في الدين والدنيا وهو يدل على عدم فقه ويدل على عدم التزام بالمنهج الصحيح لأن التكفير لا يجوز وبالتالي لا يجوز قتال الناس والتكفير هو أمر شخصي لأن الردة يرجوع مسلم بعد إسلام استقر يعني كل العلماء في المذاهب الأربعة كل واحد يفسر الردة تفسيرا خاصة لكنها ترجع إلى هذا المعنى رجوع صريح من مسلم لكن أن تطلق هذا على شماعة بدون استفصيل واستفصال وأن تحمل عليها السيف فهذا قطعا مخالف لكل البباد وبالتالي فإن حركة التكفير في الأمة الإسلامية هي الوجه الآخر للغارة على العالم الإسلام طبعا أعداء العالم الإسلامي يشنن عليه الغارة تارة تحت ذريعة أسلحة دمار تارة تحت ذريعة تمدين الشعوب ويعطائها الديمقراطية يشنون الغارات لسبب أو لآخر لعذر مقبول أو غير مقبول لكن هناك حرب أخرى داخلية وهي حرب التكفير أيضا على المجتمعات الإسلامية وأنتم تعرفون ما يجري الآن في تلك الجماعات التي يكفر بعضها بعضا والتي يستبيح بعضها دماء بعض مما أفسد الدنيا وأفسد الآخر الولاء والبراء مبدأ آخر هذا المبدأ ليس مفهوما الولاء حق أن توالي الله من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله غالبون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمن ومن يتولهم منكم فإنه منه هذه الآيات كلها تدل على الولاء لكن ما هو الولاء الذي يكفر صاحب البخر الرازي فصل يالك تفصيلا واضحا في تفسيره عند قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتل قال هذا الولاء على هلات أقسان ولا جائز في أمور الدنيا وفي معاشرات الناس في أمور الدنيا في التجارات في المعاملات هذا حتى الصداقات أن يكون بينك صداقة مع هؤلاء هذا أمر لا باس به وله ولا مانع منه وقد يكون متعجن وولاء هو حرام إذا واليته على مفسدة ويضر بها الناس وولاء كفر هو أن تواليه من أجل عقيدته فالولاء الذي يدخل في دائرة الكبر هو موالاته من أجل عقيدته وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن الولاء والبراء لا يهتم به إلا بعض الطوائف التي وصفها بأنها من أهل البدعات وأنهم يوالون بعض الصحابة ضد البعض الآخر فيتحدثون عن الولاء والبراء وكأنه ركن سادس من أركاء الإسلام ورد الولاء ورد البراء في القرآن من الأعمال يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله اشترجموا أنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون ما قال لهم بريء منكم قال بريء مما تعملون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرعه إليك إما صنع خالد فتبرأ من العمل ولم يتبرأ من الرجل فحمل هذا الولاء والبراء إعطاء هذا المفهوم شحنة لا تناسبه بدون تحديد ولا تدقيق هو أمر أوقع أيضا في خطر كبير وفي مشقة وعنة بالنسبة المسلمين نحن في نتعامل مع فق ثقليات في أوروبا طبعا المسلمون هناك يتعايش ولا مع النصارى بينهم تهاني وتعازي وزيارة للعجادة المريض يقولون ماذا نصنع الولاء والبراء مبدأ الولاء والبراء وكانها قضية عقدية كبيرة طبعا ماذا افتهم المجلس الأوروبي قال لا مانع من ذلك لكن قد تعجبون بأن الذي قال بتهنئتهم وتعزيتهم وزياء عيادة مرضام هو شيخ الإسلام بن تيمية وأنها يختجاره الإمام أحمد ثبت عنه ثلاث روايات رواية بالتحليم بالتهنئة والتعزية والعيادة ورواية بالكراهة ورواية بالجواز واختارها شيخ الإسلام بن تيمية للمصلحة كما يقول البعلي باختيارات بن تيمية وكما يقول مرداوي بالإنصال بينما الناس يحسون لبن تيمية كلاما ما يجدونه باقتضاء الصلاة المستقيم وينسون أن شيخ الإسلام بن تيمية لو اختيارات أخرى يجب أن نتعامل معه عندما يقول للمصلحة فإن الأمر يرجع المصلحة لأنه ليس مسألة حققية فلا تعتقد يعني أنت إذا وليت وعلاقة خلاص خرجت من إسلام المسألة لا تحتمل أكثر من هذا ما تكون معه على عقلته فإن لم تكن على عقلته فإن تعامل والموالات التي هي موالات في شؤون الحياة الدنيا ليست ضارة والاتفاقات التي نعقدها في نطاق الأمم المتحدة يشعلونها قوالين كفرية يقولوا خلاص دخلوا في ميثاق الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة في مبدئه هو لصلاح وإن كان في تطبيقاته ليس لصلاح هذا أمر واضح النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهدت حلما في الجاه ليتي لو دعيته إليه في الإسلام لأجبت حلم كان في دار عبد الله بن جدعان وذلك أن قريشا تحالفت على نصرات المظلومة إذن إذا كان هذه قرارات الأمم المتحدة يمكن أن تنصر المظلومة وما هي بقابرة على ذلك للأسباب التي نعرفها جميعا لكن مع ذلك لا نكفر دول المسلمين وحكوماتهم وشعوبا بسبب انخراطهم في بعض هذه المنظمات هذا جهل هذا جهل بالفقه كيف نتعامل مع هذا الجهل أو هذا الجهل المركب الحقيقة واحدة يظن أنه عالم ثم في النهاية هو ليس بعالم لكن نبين الطريق نقول إن الطريق الصحيح هو الوسطية ما هي الوسطية هذه الوسطية عرفها شاطبي بأن الشريعة دائما تبحث عن الطريق الأوسط الذي لا يشق على المكلف ولا يدعه للانحلال الحسن البصر رحمه الله تعالى قال إن الدين هو وسط بين التقصير وبين الإفراط ليلة التقصير والغلو وقال ابن عباد النفس إن النفس دائما مندفعة وإلى أحد الطرفين الوسط إذن هو شيء بين شيئين هذه القيمة مقصد مقاصد الشريعة كيف يقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا أفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك القوامة هذا هو القوام ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك السبيل هذه سبيل سبيل وسر ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوا إذن هناك وسطية هناك نظر إلى عواقب الأمور لأن الوسطية هي وزن بين الحاضر وبين المستقبل طيب أمامك فعل تريد أن تفعله أو قول تريد أن تقوله تريد أن تنصر مغلوم لكن يا نصرت هذا مغلوم ما هي العاقبة لا بد أن تفكر في العاقبة هل سمعت بقضية شيخ الإسرائيل من تيمية مع جنود التتار جنود التتار كانوا سكارا فأحد المقهاء نهام تركوا السكر من تيمية قال له أخطاته قالوا وكيف قال إن الخبر حرمت لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء تصدهم عن دخول بيوت الناس وقتلهم وسجد ريتهم تركهم سكارا نظر إلى المآل لأن الوسطية تمر إلى الحاضر وإلى المآل الخضر ماذا عمل سيدنا الخضر وطبعا العلماء اختلفوا شرع من قبلنا شرع لنا ولسرع لنا لكن هو عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب السفينة ارتكب يعني في السفينة عابها خرق السفينة سيدنا موسى هو لا يعرف حاقبة الأمر ومآل الأمر نظر في المآلات قالوا أخرقتها لتغرقها لا لقد اتشان امرأة انت ما عرفت أقول لك انك استمر ثم بعد ذلك قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة غصبا أنا فعلا أفسدت السفينة لكن حتى أحميها من هذا الملك الذي وراءه هنا معنى أمامه وتأتي بالمعنية الذي هو أمامه لأنه يمكن أن يغتصب السفينة راءها السفينة مخروقة قال الله لا حاجة لي بهذه السفينة إذن الخضر تصرف لأن نظر فيما آلات الأمور يجعل الفقيه يتصرف تصرفا في ظاهر الشرع لا أجوز ويجعله يترك أمورا في ظاهر الشرع كان ينبغي أن يفعلها لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لو لا قومك حديث عادم بكهر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم خاف أن يبتنهم ذلك يقوم بحملة إعلامية على الإسلام هترون كيف هدم البيت قال لا أنا أتركه حتى على بناء قريش ولما قال عمر رضي الله عنه المنافقون مشهود لهم بالنفاق والكفر يمالئون أعداء الإسلام قال عمر أراد استأذن ليقتل عبد الله من أمور فقال له النبي صلى الله دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب إذن نظر إلى المآلات حتى لا يكون ذلك فترة إذن الوسطية تنظر إلى الحاضر وتنظر إلى المآلات تنظر أيضا إلى الوضع الذي كان قائما ووضع الذي تشدد عمر الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقههم كان فقها مقاصدية ينظرون إلى مآلات الأفعال هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعرف الحديث حديث الزاني البكر يجلد مئة ويغرب سنة وانفى سنة طبق الحد فهرب الشخص التحق بالنصار قال لا أم فيه مسلما بعدها وقف قسم الحد قلوا لي لو كان ظاهريا يعني شخص لا يتم بالمقاص لا يعمل وزن بين الأحكام الجزية والمقاص ما كان يصلح يقول أنا أطلمه عليه يلتحق يطفر لا يهمني لا ويعرف أن قضية الكفر الكلي التي ينتمي إليها الكفر هي كلي أكبر بكثير من الكلي التي ينتمي إليها حد الخبر ولهذا أوقف هذا الجزء لأن حتى لا يتحق الناس وقال علي رضي الله عنه كفى بالنفي فترة فكان الصحابة يمرون إلى مآلات الأفعاد وأمامهم النصوص يقيمنا التوازن لأن الوسط هي توازن توازن بين الثوابت والمتغيرات توازن بين المقاصد وبين الجزئيات إن هذا أمر ليس متاحا لكل أحد ولهذا يقول الشاطبي ورحمه الله تعالى في هذه قاعدة في قاعدة النواري المعالات إن هذا المجال للمجتهي لصعب الموريد إلا أنه حلو المذاقي محمود الغب جار على مقاصد الشريعة محمود الغب أي محمود العاقبة جار على مقاصد الشريعة إذن إذا أردت أن توازن أن تفتي الوسطية إذن هي هذه هذا العمل المتوازن هذا التوازن بين الثوابت والمتغيرات بين الواقع وبين المقاصد وبين النصوص الجزئية لتكون الفتوى صحيحة يجب أن تعتمد على ثلاث ركائز ركيزة الواقع بجميع تضاريسه ومسجداته وركيزة النص الجزئي وركيزة البقصد الشرعي لأن البقصد الشرعي هو قطع أيضا وهذا كله نجده في فتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضمن أمير من علي رضي الله عنه الصناع وقال لا يصلح الناس إلا ذاك ولم يكن ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولما باع عثمان رضي الله عنه ضوال الإبل وجعلها في بيت المال الناس الناس هان عليهم أن يأخذوا هذه الضوال مع أن يصر أنها عن ذلك وفي معناه يقول عمر بن العبد العزيز رضي الله عنه ما وذدت أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأن اختلافا فتح للناس بابا كبيرا فمن يتبع واحدا منهم فقد تبع طريقا صحيحا فالاختلاف في دلالات الألفاظ الاختلاف في معقول النفس كل هذه الاختلافات هي اختلافات الحميدة ويقول عنها من القيم رحمه الله تعالى إن هذا والاختلاف السائر بين أهل الحق لما محمد يقول ما عبر جسرة أعلم من إسحاق نراها وين وإن كنا نختلف معه فما زال الناس يختلفون اختلاف حميد لا يضر هاي الاختلاف يوفر لنا قاعدة في التعامل مع المستجدات القول الذي كان بالأمس ضعيفا يصبح اليوم قوله بسبب أن مقصد الشريعة أصبح معه أقول لكم شيء في الحجي مثلا عندنا الرمي في الصلاة الرمي قبل الزواء طبعاً طبعاً نذهب لأيمة الأربعة هو أن الرمي لا يصح إلا بعد الزواء لكن وجدت أقوال أخرى عن عبد الله بن الزبير عند الفاكه وعن بن عباس عند أبي شيبة وكذلك من الجوز من الحنابل وقول مرجوح في مذهب أبي حنيبة وقول للرافع في مذهب الشافع كل هذه الأقوال تقول بجواز الرمي في الصلاة ما لا يعتمد القول القوي القول القوي يعتمد على فعل النبي صلى الله عليه السلام الفعل دليل ضعيف لأنه محتمل قيام الاحتمال في الأفعال يقول مجمل مسقط الاستذال كما قال في مراقل السعود الفعل يقوم في الاحتمال لأنه احتمالا يكون فعل الأفضل لأن بعض الناس خالفوا فعله وقال لهم فعل ولا حرج لما سألوه صلى الله عليه سلام إذن عندك مقصد الشريع ما الذي تشدد تشدد كثرة الناس الذين وفدوا من كل أرض فمات الناس هلك الناس وارتكبوا مشقة إذن هناك شيء جديد إذا وجدنا الشيء الجديد ننظر إلى مقصد الشرع وهو التيسير ونقول القول الذي كان بالأمس ضعيف أصبح اليوم قوية القول القوي أنا أقول أقول لطلبتي يذهب في إجازة لا يحال إلى التقاعد عندما تعود الحالة كما كانت يرفع القول القوي كما كان إذا اعتماد الخلاف أمر اختلاف العلماء والنور في اختلاف العلماء والتعامل مع هذا الاختلاف في القضايا المتجددة أمر في غاية الأهمية لكنه لا يتعامل معه إلا خبير بهذه الصناعة بمعنى 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 أن تنظر إلى الدليل الجزي وتنظر إلى المقصد الكل وترى ما هو الميزان الدليل الجزي هما تنظر إلى الواقعة بجميع تضارسها وبالتالي تقوم الفتوى صحيحة وبالتالي مرتكزة على مرتكزات الصحية بدون هذا يكون خلل يكون الخلل في البتو الشيء الأخير الذي أو من هذه الأفكار في قضية ترشيد الصحة هي مسألة مرجعية مسألة مرجعية مسألة كبرى وبدأت بها كلام هو أن الفتوى أمر عظيم وخطير في الدين ولهذا جاء الحديث المرسل الذي رواه الداري عن عبيد الله بن جعفر أجرأكم على البتياء أجرأكم على النار إذن لأنها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها إخبار عن الله سبحانه وتعالى فالمفت الأول هو الله سبحانه وتعالى ومن البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم يستبتونك قل الله يفتيكم بالكلالة يستبتونك بالنساء يقول الله يفتيكم بإهم ثم ورده أصحابه الكرام فكانت صفوة منهم هي التي تولى الفتوى مئة وثلاثون ونجف كما يقول بن قيم وسبقه لذلك أبو محمد بن حزب رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك كانت الفتوى في المجتهدين يعني بعد عصر الصحابة احتاج العلماء إلى أن يعطوا صفات المفتي فقالوا إنه المجتهد الذي توفرت فيه كثير من الشروط معرفة الكتاب والسنة واللغات العربية والذكاء الفطري والوراعي أيضا والعلم لكن بعد ذلك أصبح المفتي من يحفظ روايات في مذهب ويحفظها حفظا جيدا وبالتالي يفتي على هارك المذهب وهو مقد إذن المرجعية أمر مهم جدا بالنسبة لترشيد الصحوة هذه المرجعية عالق السلمين أن يشدوها في حياته أن ترشيد الصحوة يحتاج إلى مرجعية ذابتة يثق بها الناس يسمعون رأيها مرجعية تحيط بالأفكار التي ذكرتها في الوسطية من حمل الجزئيات على كليات من التوسط بين البقاصد والنصوص الفيزية المعرفة الواقع بكل تضارسه من الاجتهاد بأنواعه الثلاثة أي الاجتهاد المطلق في مسألة لا نصفها الاجتهاد في تحقيق المناط وتحقيق المناط قد يكون في الأشخاص والأنواع كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى واجتهاد الثالث هو اجتهاد الانتقائي أي اختيار من أقوال العلماء إذن إذا وجدت هذه المرجعية في حياة الناس لأن العالم الإسلامي ليس دولة واحدة وهذا ما صعب الأمر لما كان الدولة الخلافة قائمة كان يمكن أن يحدى من الفتن السلطان والقرآن كان معا كان العلماء يفتون فإذا اجتمع العلماء كبار العلماء الذين يعترفوا بهم العالم الإسلامي والدولة الإسلامية وأفتو بشيء فغالبا لا يبقى إلا شذاء لكن الآن بسبب الفرقة وبسبب انقسام الناس طرائق قددا أصبح من الصعب جدا أن تجمع الناس على رأي واحد لكن لا بد من وجود منهج عام هذا المنهج يتجه الناس إلى التحرق فيه ومن خلاله حتى يصنع إلى الطريق الصحيح بقي أن أقول إن الوسطية ليست فقط في الفتوى والفقه وإنما هي سلوك يتصه به الناس ما هو نحن الآن يقال لنا غير المناهج طيب المناهج دائما نحن يجب أن نراجع مناهجنا هذا لا يضر الحكمة قد تأخذ من غير حكيم لكن هذه المناهج كيف وفي أي طريق هذه المناهج يجب أن تغير بأعين وأيد وعقول إسلامية حتى يكون تغييرها ملائما وحتى يكون نافعا ولهذا فإن تكون جيل مستنير في سلوكه وسطي هاي الجيل ليس جيل سباع نحن لا نريد ناس كما قال الشاعر ولكن ما أهلي بواد أنيسه سباع تبغى الناس مهنى وموحد نحن لا نريد تقوين جيل من السباع ومن قتلته لكننا لا نريد جيل من البقر أيضا كما قال الشاعر الآخر زبر غداء في شرعة السيف والعداء غدوا بقرا يسسل النحر والذبح يعني جيل يمد أعناقه وليذبح نحن نريد جيلا أبيا عاقلا مستنيرا يزن الأمور بميزانها لا يفتات على الأمة لا يزن بالأمة الكوارث لا يكفر الأمة يعرف مقاصد الشريعة يتعامل مع الفزيات والنصوص يحترم المرفعيات الشرعية هذا هو الجيل الذي نريد أن نكونه من خلال مناهج قد تتفق عليها الأمة إذا كان العلماء يراجعون كما أخبرني أحد الأساتذة في كلية العلوم بأن هناك مراجعات زمنية بخاصة في مجالة الكمبيوتر يجتمع أربعون من العلماء لمراجعة المناهج والكتب التي ينبغي أن تقدم للناس الشريعة ولا بهذا المناهج الشرعية التي يجب أن نقدم للشباب الأدمغة التي يجب أن نكون العقول التي يجب أن ننشي السلوك الذي يجب أن نحدد كل هذا يجب علينا أن نرعاه من خلال مناهج ومن خلال مرشقيات لا أدري هل يعني فيه قصة أحد أحد الحكماء في الشاهلية كبير كانوا يجلسوا إليه الناس يتكلموا لهم حكما لكن لما كبير أصبح شوية خرف يمي اليسار فقال لبنته تكون عندك عصا وقرع العصا إذا أنا خرفت بكلامي قال الشاعر للحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلمه إذا كنتم تريدون أن أتوقف فقرعوا العصا وإلا أنا أستمر لا إشكال لديها فإذا كانت الأسئلة فأنا أتوقف لا استقلال الأسئلة شاكرا لكم ومقدرا السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر